خليني أبدأ مع حضرتكم فقرتنا الإخبارية وبداية مع موضوع مهم يتعلق بوزارة المالية لكن كمان يتعلق بالدولة المصرية ككل لما بنتكلم عن الموازنة العامة للدولة بنتكلم عن زي ما نقدر نقول كده الحصالة اللي عندنا في بلدنا واللي من خلالها هنقدر نصرف طول السنة المقبلة كل سنة بيكون عندنا موازنة عامة وإحنا حاليا بنجهز الموازنة الجديدة اللي هي 22-23 واللي بتبدأ من العام المالي الجديد في شهر 7 في الفترة الحالية طبعا إحنا عندنا استعدادات مهمة للموازنة العامة ولكن النقطة الأهم في الموازنة العامة هي تتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل ووزير المالية الدكتور محمد معيت هو أيضا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعلن عن أنه الموازنة العامة للدولة هتتحمل كل التكلفة الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالرغم من التداعيات الكبيرة المالية اللي بتحصل في العالم وتأثيرها على مصر علشان كده زي ما بدأت في الحلقة أنه العالم كله بيعاني من الأسار الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية وطبعا ده بينعكس بشكل أو بآخر على الوضع في مصر ونقدر نقول أنه فيه يعني استبشار لحالات التضخم وحالة الارتفاع في الأسعار المختلفة الحمد للغاية دلوقتي لا نعاني من نقص في أي من السلع الغذائية الاستراتيجية أو الأساسية زي ما بعض الدول الحقيقة بدأت أنها تعاني رغم أنها دول كبرى زي دول أوروبية الأمر دوت مش هيؤثر على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ده اللي أكد عليه الدكتور محمد معيت فيه بيان أصدره النهاردة أنه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هيتم الإكمال فيها رغم كل التحديات الاقتصادية الكبيرة اللي مش بس بتعصف بمصر لكن بتعصف بالعالم كل وده الحقيقة جاء إنفازا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال العمل على هذه المنظومة بالرغم من كل التحديات الممكن طيب عايز أرجع مع حضرتكم شوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل هي إيه أصلا وإيه أهميتها إحنا بنتكلم عن منظومة مهمة جدا هتطبق في كل محافظات مصر لكن متأسمة المحافظات على مراحل في المرحلة الأولى وفي المرحلة التانية وبداية المرحلة الأولى كانت في محافظة بورسعيد ودايما بنسأل ليه محافظة بورسعيد هي اللي بيكون فيها بداية كل حاجة تقريبا ده لأنها أصغر يمكن محافظة في مصر ونقدر نقول أنه تطبيق الأمور أو المشروعات الجديدة وتجربتها بتكون سهلة وسهل إياس نتيجها وسهل تنفذها على أرض الواقع بشكل مباشر وسهلس علشان كده بتبدأ في بورسعيد بالإضافة لبورسعيد كمان محافظة لقصر دخلت فيه نطاق المرحلة الأولى وحسب البيان اللي أصدره الدكتور محمد معيد وزير المالية أنه جاري الاستعداد لإطلاق محافظة الإسماعيلية كمان كإحدى المحافظات اللي بتدخل فيه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا جدا في الفترة المقبلة وبالتالي هيكون ثلاث محافظات كلهم كل المواطنين اللي فيهم بيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طيب أرجع مع حضراتكم بقى لمفهوم منظومة التأمين الصحي الشامل إحنا بنتكلم عن توفير خدمات طبية تقريبا أكتر من تلاتين أو عفوا تلات تلاف خدمة طبية هتكون متوفرة في منظومة التأمين الصحي الشامل وهيكون المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية إضافية أكتر من أنه هو مشترك مجانا في هذه المنظومة وعلشان كمان تسهيل وتيسير التسجيل تم التوافق والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علشان المواطن اللي موجود في المحافظات اللي تم تنفيذ فيها المنظومة يقدر يسجل من خلال منصة مصر الرقمية منصة مصر الرقمية اللي هي النهاردة نقدر نقول البوابة الرقمية للحكومة المصرية واللي عليها خدمات كتيرة جدا نقدر نستفيد منها ونقدر ننفذها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مصر الرقمية حضرتك بتقدر تسجل في هذه المنظومة وبيخرج لك كارت زكي هذا الكارت الزكي بتقدر من خلاله أنك تحصل على أي خدمة طبية زي ما قلت لحضراتكم الخدمات بيزيد عددها عن 3000 خدمة طبية بما فيها علاج لقدر الله الأمراض الصعبة زي الأورام وغيره ربنا يحفظ الجميع بالإضافة كمان لإجراء عمليات كبيرة ومستعصية هيكون فيه نسبة مشاركة قليلة جدا للمواطن المصري يمكن أقصى حاجة ممكن يدفعها المواطن 300 جنيه في أكبر عملية ممكن تكون بتتنفذ لي طيب في حالة استحالة العلاج داخل الدولة عايز أقول أنه كمان الدولة هتتكفل وقتها العلاج خارج مصر كمان على نفقة التأمين الصحي الشامل وعلشان كده إحنا بنعول كثيرا جدا على هذه المنظومة منظومة التأمين الصحي الشامل نتمنى لها كل التوفيق وكل التقنين طبعا وتنفذها في مختلف المحافظات سواء في المرحلة الأولى اللي بدأت ببور سعيد ولقصر والإسماعيلية قريبا وصولا إلى مختلف باقي المحافظات